أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كام 233 نواصف الوحدة 11 وهي التوصيل الإلكتروليدي نظريات التوصيل الإلكتروليدي ونبدأ بنظرية أرهينيس للتفكك الإلكتروليدي تتكون نظرية أرهينيس من خمسة فروق واحد عند ثوبان الإلكتروليد في الماء فإن جزءا منه يتأين تلقيا إلى أجسام مشحونة هي الأيونات الموجبة وتسمى كتيونات والأيونات السالبة وتسمى أنايونات ثانيا عدد الشحنات الموجبة على الكتيونات تساوي دائما عدد الشحنات السالبة على الأنيونات مثلا كلوريد الصوديم يتأين إلى أيون الكلوريد وأيون الصوديم ونلاحظ هنا أن عدد الشحنات السالبة دائما لا بد أن يساوي عدد الشحنات الموجبة ثالثا الآيونات هي جسيمات منفصلة للمذاب لكل خواصه الكيميائية والفيزيائية الخاصة به مثلا كلوريد الصوديوم عندما يتأين ويعطي آيون الصوديوم وآيون الكلوريد فإن هذه الآيونات تتعامل وكأنها جسيمات منفصلة لها خواص فيزيائية وكيميائية مختلفة تماما عن بعضها البعض رابعا عملية تفكك أو تأين الإلكتروليد هي عملية عكسية وتتوقف حالة الاتزان في هذه العملية على نوع الإلكتروليد وعلى تركيزه في المحلول المائي ويحدث التأين في بعض المركبات على مراحل متتالية كما في الأحماض عديد القاعدية مثل حمض الفوسفوريك وحمض الكابريت 6 النقطة الأخيرة في نظرية أرهينيس التفكك الإلكتروليدي كلما كان المحلول مخففا كانت درجة أو مدى التفكك كبيرا وبذلك يصبح التفكك تاما في المحاليل المخففة تخفيفا لا نهائيا وهذا يعني أن التوصيلية تزداد بزيادة التخفيف ننهي هذه المحاضرة ونلتقي في دروس لاحقة لشرح مقرر الكيمية الكهربية كم 233 وتلتين